المحاضرة مالتنا اليوم عن البرولانج برجنانسي فشن هو البرولانج برجنانسي طبعا اكو ناس تقول بوست ترم و اكو ناس تقول بوست دات و اكو ناس تقول برولانج برجنانسي بس طبعا هما يختلفون البوست ترم هو defined as 42 weeks of gestation and beyond يعني احنا نعرف البري ترم اللي هما قبل 37 weeks والفول ترم اللي هما او عفو الترم هما من 37 weeks لل42 weeks من عبر الترم اللي هو 42 weeks هذا صار بوست ترم البوست دات هو اللي عبر ال40 weeks اللي احنا نحسب عالدات مال الالمبي مال النيجا زرور زين فمن يقول بوست ترم يعني نفضل انه من نقصة 42 weeks ان داباب هذا بوست ترم من تجي مريضة 41 weeks ها يقول عليها بوست دات يعني بعدها موصلة بوست ترم الفول ترم عندنا ايرلي ترم وفول ترم وليت ترم قلنا الترم هو من 37 weeks الى 42 weeks بغايل الفترة راح نرجع نقسمهم الى ايرلي ترم اللي هو من 37 weeks ترم 38 plus 6 weeks of gestation والفول ترم من 39 weeks ترم 40 plus 6 weeks والليت ترم من 41 ترم 41 plus 6 weeks واضح ترم فهذا البري ترم هو بفور 37 weeks يعني اذا المريضة 36 plus 6 ها يعتبرها بري ترم الترم هو من 37 حد 42 weeks رجعنا قسمنا الى ايرلي ترم اللي هو من 37 حد 38 plus 6 وقسمناه فول ترم اللي هو من 39 لل40 weeks plus 6 والليت ترم اللي هو من 41 to 41 plus 6 واضح ترم اللي هو موضوعنا اليوم 42 weeks of gestation and beyond accurate dating remains essential for the correct diagnosis and should ideally involve a first trimester ultrasound estimation of crown ramblings يعني على مود اقول هاي المريضة post date لازم نسوي accurate dating لازم نسوي accurate dating على مود نقول هاي المريضة في صح صارت post date أو post term لولا it is likely that many so called post term pregnancies are due to misdating يعني احنا من نشوف نشوفه هواية مريضة تقوله كاني فات وقتي عبرت الشهر ومعرف شن وهي السوالف هي بالحقيقة misdating مم سوية dating صحيح احنا قلنا اللي نعتمد عليه ideally هو first trimester ultrasound estimation of crown ramblings البost term pregnancy affects approximately 10% of all pregnancies and the etiology is unknown بس عندنا risk factors يعني هو اللي تجارجي النال بس risk factors most term pregnancy include an inkyphaly إذا البابي congenital anomaly neural tube defect an inkyphaly هذا عنده risk for post term ليش؟ لأنه ما يستخدم corticotrophin releasing hormone وهذا اللي يأثر على الاكسيتوسين وعال contraction placenta self test deficiency نفس المشكلة fetal adrenal hypoplasia male fetus previous post term pregnancy يعني مريضة إذا عندها واحد قبل post term risk more recurrence يصير 15-20% إذا عندها 2 post term يعني تقول لك أنا كل ما أصير برغنانتي يعني المرء البرغنانسي الأول والبرغنانسي الثاني عبرت الترم ماتي معناته high risk أنه recurrence يصير يمها تقريبا 40% transit كيف يداح Urugu anal hypoplasia لأنه العرض أوبيس ووائترس وبرغنان في الفيتوس هذه عندها ريسك فاكتر فور باستير إذا عندها بريفياس باستير طبعا هذا ريسك أوف ريكرانس أكثر بعد إذا عندنا البابي أن ينكفلي أو عنده فيتال أدرينال هايبوبليجية أو بلاسنتال سيلفتيس ديبشينسي وقلنا هو الإتيالوجي أنان بس هو يحتبر هايا كرسك فاكتر للباستير The etiology of post-term pregnancy appears to have post-maternal and fetal component. It seems likely that there is some genetic predilection toward post-term pregnancy. مثل ما قلنا هي الباشن تنفسها إذا عندها بريفياس ستري أكورسك أوف ريكرانس إذا بريفياس 1 تقريبا 20% إذا بريفياس 2 تقريبا 40% What is post-term pregnancy post-term pregnancy is associated with complications infant or new natal mortality تزداد What is the communication اللي هي الباستير بالنسبة لنا ممكن يصير fetal distress ممكن يصير meconium ممكن يصير stillbirth ممكن يصير أسيديميا وصير ممكن حتى يوصل للdeath وراء الـ infant أو ممكن يصير فتال ماكروسوميا بالنسبة للماذر راح يحتاج ممكنية تدخل prolonged labor ممكن يصير عندها trauma genital tracto trauma لأنه البيبي ممكن يصير مكروسوميك ممكن تحتاج cesarean فهي بالنسبة لنا genital tracto trauma وممكن تنتهي ب cesarean delivery فعندنا maternal or aquifital complication بالنسبة للمaternal البيبي ممكن راح يصير مكروسوميك فرح يصير عندها بيرتا trauma ممكن راح تحتاج prolonged labor وممكن تنتهي ب cesarean section ومنعدها انه هي psychological effect على البيبي فشانتها ماتين يتأثر البيبي ممكن يصير ممكن بالـ delivery نشوفها ميكونيا مستياد المنتيكي فلود ممكن يصير ماكروسوميك وتعرفون الكمليكيشن ما الماكروسوميا ممكن يصير عندها نيوناتا الأسيديميا وسربرا الباصي عند بالإنفانت أو نيوناتا بريد and assessment of fetal and maternal well-being يعني ما نفعل أول خطوة بالنسبة لنا نفعل confirmation اللي قلنا نعتمد على early ultrasound ونفعل assessment لل fetal and maternal well-being نشوف أكو مشكلة بالماذر وأكو مشكلة بالبيبي هذا ناخد 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 وناخد واضح طلاب أكو سؤال هنا واضح دكتورة موضع دكتور ان شاء الله. بزيء. بسا قلنا اول شيء ما لتنقوم بإمكاننا تكون فارمج الستشنل ايج. بعدين اللي هو نعتمد على الارلي التراساند. بعدين نسوي اسيسمنت للفيتال عند ماترنا والبينك. الهي الاسيسمنت طبعا تعتمد على الهستيري. نسألها على الفيتال موفمت. نسألها على الفيتال موفمت. نسألها البابي يعني الفيتال موفمت شنونها زينا مو زينا. هي نسألها عندك هايبرتنشن عندك دي ام اكو فاد ميديكال ديزيز ار اتش انكمباتيبوليتي اكو فاد هارد ديزيز. يعني نسأل الباشنت اي بروبلم عندها او بالبابي. بعدين نشوفها. اذا المريضة انكمليكاتي دي برقناسي. احنا سونا كونفرميشن طبعا الجيستيشنال ايج. اتأكدنا انه هي بوس ترم او بوس ديت. فهي شيء حالة نسوي لها اه منجمنت. المانجمنت ما لتنا تعتمد شفنا الفيتال عند مطلنا الوالبينغ ما يحتاجون انتربنشن. راح نقولها انه تقدارين نسوي لك اندكشن of labor beyond 41 weeks. يعني عبرتي 41 weeks نسوي لك اندكشن of labor. اذا هي صارت 42 weeks وما قبلت. ومن هو ديكنان اندكشن of labor should be upward increase antenatal monitoring. نقولها تحتاجين increase antenatal monitoring. اللي هو من شنو يتكون twice weekly ctg and ultrasound estimation of maximum amniotic pool depth. يعني هزها مريبة. اذا صارت prolong pregnancy. شا قلها. اقولها اواشي confirm gestational age. assessment للفيتال and maternal will be. وبعدين اذا هي عبرتي 41 weeks نقولها offer induction of labor. اذا ما قبلت. اندكشن of labor. وصارت 42 weeks. لازم نزيد الفيتال surveillance. من شنو يتكون الفيتال surveillance بيجي حالة. نسوي twice weekly ctg and ultrasound. الالتراسانت تفيدني طبعا نسوي بيها estimation of amniotic fluid index. والفيتال growth طبعا تعرفون هي third trimester ultrasound شن الاهمية مالتها. هس شوكت المريضة اسوي لها immediate induction of labor or delivery. if there is reduce amniotic fluid on scan. يعني انا دازيتها اتراسانت احنا قلنا اول ما جتي الباشنت من سونا لها confirmation legistational age قلنا نسوي لها assessment للفيتال and maternal well being. فاني دازيتها اتراسانت طلع بالالتراسانت reduce amniotic fluid on scan. او اذا شفت الفيتال growth is reduced. او there are reduced fetal movement. اذا هي الباشنة من الاساس جتي بصدية to decrease fetal movement. او اذا ثوتلها ctg طلع لي not perfect. اكو abnormality. بهاي الحالة لازم نسوي immediate induction of labor or delivery. يعني اذا المريضة نقدر نسوي لها induction نسوي لها induction. اذا ما نقدر نسوي لها induction ممكن نحاولها على سيزرين سكشن. او the mother is hypertensive or separate from significant medical condition. هسا واضحة اللاب. اول شي قلنا confirm gestational age. بعدين assessment للفيتال والمترنال well being. بعدين نسوي لها. اذا المريضة ما قبلت induction of labor. نقولها لازم تحتاجين increase fetal surveillance. اللي هو يتكون من twice weekly ctg. يعني مرتين بالاسبوع اسوي لها ctg. واسوي لها ultrasound estimation of amniotic fluid index. بها حالات لازم اسوي immediate induction of labor. او delivery. حتى اذا المريضة refuse. يعني لازم نقان نعها. او نقولها يعني اكبر رسك للبابي. اذا هو reduce growth. يعني انا شوف البابي growth ما تقليل. او اذا قليل نقانسل the parent regarding waiting for labor to start naturally after 42 weeks. it is important that the woman is aware that. no test can guarantee the safety of her baby. and that prenatal mortality is increased at least twofold beyond 42 weeks. احنا قلنا من ضمن الكوملكيشن مال البوستات او هي شنو راح يصير increase infant and prenatal mortality. فهو stillbirth. فهنا جامعنا مني نقول brinatal mortality يشمل قبل delivery والpost delivery. فنقولها تزداد تقريباً twofold النسبة انه يصير عندنا brinatal mortality. ونقولها notice can guarantee the safety of her baby. يعني حتى اذا انا قلت لها لازم نزيدين surveillance. لازم نسوين CTG مرتين بالاسبوع. ونسوين ultrasound. بس هذا ما يضمن سلامة الطفل. but induced post term is more likely to require cesarean section. ونقولها انه اذا صار عندك post term ونسوينها لinduction of labor ممكن تحتاجين cesarean section. ليش تحتاج cesarean section؟ ليش او النسبة مع cesarean section تزداد بالpost term pregnancy؟ the reluctance of the uterus to contract properly. ليش هو من الاساس ليش صار post term pregnancy؟ يعني لهو اليوترس عنده contraction شان ما مصل post term فهو مقاوم من الاساس طبيعة اليوترس مانتها ميسر بي contraction. the reluctance of the uterus to contract properly. حتى من احنا سونا لinduction أو augmentation ما صار contraction properly. فراح يزيد the failure of progress أو failure of induction فتحتاج المريضة cesarean section. النقطة الثانية possible compromise of the baby leading to abnormal CTG. احنا قلنا مضمي الكمليكيشن مع البوستيارم انه البيبي ممكن يصير fetal distress وقلنا ممكن يصير meconium stand amelitic fluid. فمن نشوف هاي الحالات نقول هذا احتمال البيبي abnormal CTG بمعناتها ويوها abnormal CTG فنقولها the fetal distress فنسوي لها cesarean section على مدى fetal distress. فهذا واضح من نسوي counseling للبشين شنقولها النقطة الاولى نقولها no test can guarantee the safety of her baby. the prenatal mortality is increased at least twofold. ونقولها انه النسبة مع the cesarean section تزداد. ليش؟ لانه اليوترس reluctant to contract properly. النقطة الاولى والنقطة الثانية possible compromise of the baby leading to abnormal CTG. fetal surveillance and induction of labor are two strategies employed that may reduce the risk of adverse outcome. يعني الطرق اللي احنا ممكن نسويها بالmanagement للpost أو prolonged pregnancy هي أما fetal surveillance يعني expectant management هي أما induction of labor. انفورتنطي there are no non-tests that can accurately predict fetal outcome post-term. And ultrasounds can may give temporary reassurance if them need to keep fluid and fetal growth are normal. Similarly, CTG should be performed at and after 42 weeks. احنا قلنا نسوي لها CTG ونسوي لها ultrasound بس قلنا ماكو non-test ممكن accurately predict fetal outcome. واضح طلاب قلنا عن post-term pregnancy قلنا هو 42 weeks and above. الpronong pregnancy أو post-date pregnancy هو 42 weeks and above. من صارت post-date يعني صارت 40 weeks and above. قلنا الرسك فاكتر مالتها ممكن fetal adrenal hyperbligia ممكن placental self-deficiency ممكن ان كفالي ممكن male fetus إذا هي obese patient إذا هي null ibarra إذا هي white rest وقلنا أهم نقطة هي الprevious post-date إذا هي previous one post-date تزداد الرسك 20% إذا هي previous two توصل النسبة لل 40% وقلنا أنه ماكو سبب معين بس هاي ك risk factor وقلنا الincidence مالتها تقريبا هو 10% بس إذا نريد نسوي accurate confirmation تطلع النسبة أقل من هي تقريبا حدود الخمسة بالمئة حسا قلنا رسك فاكتر وقلنا هو الانصيدنس وقلنا هو الpost-term هزني جي على الكمليكيشن الكمليكيشن ممكن يصير عندنا استير بيرت ممكن يصير ميكونيوم استياد أمنية تكفلود ممكن يصير فيتال مالكروسومية ممكن يصير سيربرال بلسي ممكن يصير نيونية الأسيديمية ممكن يصير عندنا infant and neonatal mortality rate تزداد بالنسبة للمضار increase risk of prolonged labor genital tract trauma and caesarean section وقلنا المانجمنت مالتها هي أول شي accurate confirmation magistrational age نعتمد على early ultrasound بعدين نسوي استسمة fetal and maternal well-being قلنا ناخذ history نسوي examination نسوي investigation نقولها عندش two lines of management هي أما induction of or delivery immediate induction or delivery هي أما expectant management أو fetal surveillance قلنا ال fetal surveillance يتكون من twice weekly CTG وultrasound estimation of amniotic fluid من نسوي لها expectant management لازم نسوي لها counseling نقولها تزداد نسبة cesarean section وتزداد نسبة prenatal mortality rate إذا ها expectant إذا ما no test can guarantee her labor أو her safety of her baby وقلنا بالنسبة لل labor تزداد the risk of cesarean section أكون نقاط أنه هي تحتاج immediate induction of labor or delivery إذا هي reduce fetal growth أو reduce fetal movement أو reduce amniotic fluid أو إذا CTG not perfect أو إذا الماضر عندها medical disease مثل hypertensive or other disease واضح بالله السؤال يا المحاضرة تقريبا ها هي خاصة إن شاء الله دكتورة نعم دكتورة بالcomplication قلنا ممكن يصير cb يصير بالبص ليش يعني ممكن يصير نهيج ممكن يصير ansidemia وممكن تدخل بالcomplication مع الماكروسوميا الماكروسوميا ممكن يدخل ممكن يدخل إذا ماكروسومك بابي ممكن يدخل birth trauma وهي أساسا يعني البلاصنط سبلاي رح يقل رح يصير البلاصنط الانسافيشنسي دكتور brain injury due to trauma or ischemia ممكن يصير trauma وممكن ischemia يعني البلاصنط الانسافيشنسي دكتور هذا الانزايم السالكتئيز الذكرتي شنو على أكتب في الكونان بايبا دعم دكتور ذكرت الانزايم السالكتئيز دفشنسي هذا شنو الروم مالتا القل الكورتيكتروف ريزين هورمون وقل الأكسيتوسين ريليز لأن هو اللي أخذته انتو الليابر والفيزيولوجيا أو في الليابر هي تدخل بالأكسيتوسين ويدخل به الهورمونات أكسيتوسين من أخذنا قلنا هو تذكرون الاستروجين انهان سيطران كونتركشن وبراجستيرون يتقل الكونتركشن فهي تدخل مالتا ميكانيزم ما يدخل بهورمون واحد فمن ضمنها هذا الهورمون اللي هو بلاسنتاسفيتس في الشمسي دكتورا نعم دكتورا بس بالنسبة لنيونايتل أسيديميا ممكن توضيح بسيط عنها بالزحمة شبيه نيونايتل أسيديميا هو هايبوكسيا وليش تصير هو يصير البابي هايبوكسيا يعني قلنا هو من ضمن البوستيام راح يعني ضمن الكمليكيشن مالتا منو يصير بلاسنتال انسافيشنسي بلاسنتال سابلاي راح يقل مرة توصل المرحلة توصل بلاسنتال كالسيفيكيشن من يقل البلاسنتال على البابي طبعا يدخل بمرحلة هايبوكسيا واسيديميا دكتورة قصدت يعني كل ما يعني تقدم الاج راح يصير بلاسنتال انسافيشن سي اذا يعني عبر البوستير طبعا اكو رزق انو يزداد ليش هو يصير ممكن يقل احنا قلنا صحيح هو يصير ماركروسومي بس ممكن يصير بعدين راح يقل حتى اذا هو وصل 3.5 كي جي بس هو مقارنة انو بالجسيش طنج ما تتلقي اقل من المتوقع ليش لانو وصل مرحلة البلاسنتال انسافيشنسي قال البلاس سبلاي الى بعدك سؤال انس طلاب مثل ما بلغتكم انا راح انزل الدرجات على الكلاسروم وتشوفوها اذا اكو اعتراض او شي تنزل لي يم عمار واضح طلاب واضح دكتور انشاء الله اكو اشكال اكو اشكال بالمحاضرة يب اشكال 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 شكرا